ربما أغلب المواطنين مروا في مرحلة الاستعداد لبناء بيت العمر بعد الحصول على تراخص لازمة إلا أن قليلين هم أصحاب الخبرة في هذا الميدان اشتراطات واحتياطات ونصائح يجب اتباعها حين البدء ببناء منزل الأحلام يجب أن تختار المكتب الهندسي خبرته ليس أقل من خمس سنوات طبعا وقبل الذهاب إلى المكتب الهندسي أنا دائما أنصح الزوج والزوجة يقعدون بالبيت يكتبون الطلبات ويأخذونها ويودونها إلى المكتب الهندسي ويقولوا لهذه طلباتنا الخرساني ما تكون فيها كمية الماء فائضة الماء داخل الخلطة الخرسانية مضرة جدا أي نعم إضافتها بتخلي الخلطة سهلة للمقاول أنه يحط بمكانها ولكن الماء بتأثر سلبا على قوة وعلى ديمومة الخرساني فاللي بيحصل بهالحال إذن أنه بتصير الخرساني ضعيفة أهمية الاتجاه لأصحاب الخبرى من المكاتب الهندسية أمر لا يجب تجاهله إضافة لعدم تفضيل العروض المالية المتدنية على حساب الجودة العدد الكبير من المكاتب الهندسية الموجود خلى الأسعار تنزل فوصلت لدرجة الأسعار صارت أدنى من الممكن وهذا بيأثر على جودة المنتج اللي عم يعطيك إيه فحقيقة أنت ما بدك تروح على الأرخص بدك تروح على الناس اللي هني يعني المكتب اللي عنده خبرة واللي مش بالضرورة يكون رخيص بشكل عام وفي حين يظل احتياج كل أسرة مختلفة على الأخرى من حيث مواصفات المنزل يبقى عدم أغفال الصيانة الدورية معيارا رئيسيا في الحفاظ على بيت العمر وجودته المعمارية لتلفزيون المجلس رياض العبادي اشتركوا في القناة